اشتركوا في القناة اللهج قمصيا جي من فعل لهجة نعم أو لهجة لهجة بالأمر يعني أولع به وعتاده ودوم عليه يعني في عشق بين الإنسان واللهجة طبعون أولع به واللهجة هي جرس الكلام الذي نعتاده نعم جرس الكلام الذي نعتاده ونكرره نعم ونلع به هذا من حيث القمص قمصيا الآن اللهجة بشكل عام من أن أجتها اللهجات اللهجة هي مجموعة من الخصائص اللغوية نعم التي يتكلم بها شعب ما في بيئة جغرافية معينة هذه الخصائص إذا كثرت مع الوقت مع الزمن نعم بيصير من الصعب أصحاب اللهجات المختلفة يتعرفوا على بعضهم بالتواصل إذا كثرت الفروقات بيناتهم كتير مثلا اليوم في صعوبة نحن نتعرف على اللهجة المغربية في أغاني مغربية نحن بنسمعها أنا ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف وهني من اللغة العربية هذا ربما تحت تأثير التفرنس الفرنسية وما شاء به ذلك يمكن بعد فترة أهل المغرب يصيروا لا يفهم علينا ولم نفهم علي يعني بتخلق عندهم كلمات جديدة كلمات جديدة وألفاظ جديدة وتراكيب جديدة ما بيعود في صلة تواصل بيننا وبين الآن نحن نستخدم غير مفردات وغير كلمات نعم شو هنا أبرز اللهجات الموجودين العربية؟ اللهجات العربية أبماً كانت كثيرة أهم لهجة كانت هي لهجة قريش يلي نزل فيها القرآن كريم وانتشرت اللغة العربية بعد الفتح الإسلامي انطلاقاً من لهجة قريش اللهجات الأخرى ضويت تحت لهجة قريش وألفوا قواعد اللغة العربية من ضمن هذه اللهجات المشتركة الآن الفكر الإسلامي أخذ عن الفكر اليوناني من خلال السوريان اللي ترجموا له حضارتها للغة العربية كانوا هني أصلاً ترجمينها للسورياني عادوا ترجموها للعربي وأخذوا السوريان بتلك الفترة هالدور هيداً المهمة وأخذوا احترام وقيم عند المسلمين وكانوا هني في الطليعة في المجالس عند الأمراء هارون الرشيد والمأمون ومشعبه زيك حالياً اللهجات العربية كثيرة حالياً في عنا لهجة شبه الجزيرة العربية السعودية واليمن والحجاز والإمارات في عنا لهجة أهل العراق عندنا لهجة أهل مصر عندنا لهجة بلاد الشام كما يسمونها ومنها اللهجة اللبنانية اللهجة الفلسطينية اللهجة الأردنية عندنا اللهجة المغربية اللي صارت بعيدة عنها هاللهجات هايدي عبر التاريخ انشأت عن اللغة الأم وتوزعت وانشأت لغات جديدة يعني نحن بلشنا الشعب يبدأ بلهجة هذه اللهجة إذا تنظمت تصبح لغة هذه اللغة إذا ضعفت ينشأ عنها لهجة مثل اللغة اللاتينية مثلا نشأ عنها الفرنسي الإنجليزي الإسباني اللغة السامية العربية نشأ عنها العربية والسريانية والآرامية والفينقية والكنعانية إلى آخرية هلأ قد ما تكون اللغة الأم قوية قد ما اللهجات تضعف والعكس وبالعكس يعني بدون يكون في قوة جذب عند اللغة الأم حتى تقدر تجمع اللغات تبعوه بالنظام الشمسي مثلا عندنا الشمس تطلقت الكواكب الحوالية تشدون عليها بيقولوا علماء الفلك أنه حجم الشمس الكتلة الشمسية تساوي كتلة كل الكواكب السيارة التي تدور حولها مع الأخمار تبعوه لا وإلا ما كانت بتأذى تلقاط هذه هي اللهجات العربية الحالية أنا موضوعي أو البدا نحكي فيه هو اللهجة اللبنانية فيها مفردات نتدولها يوميا هالمفردات هذه هي مفردات نعتبرها عامية لأنه منحكيها دايما منتواصل من خلالها بس هي فيه إلها جذور فصحة يعني جاية من اللغة الفصحة نعم بعض المفردات أكيدة لأنه هذا موضوع موضوع شائك وطويل ونكتب فيه مجلدات طويلة عريضة لأنه موضوع فعلا صعب لأن الداخل على اللهجة كلمات جاية من لغات أخرى منقولي من غير لغات من هذا الشي بدل أنه نحنا اللغة العربية لدينا ضعيفة سيطرة اللهجة عليها اللغة العربية أول شي اغتنت بالفترة العباسية نعم اغتنت بمفردات الحضارات المجاورة لإله وترجمة علوم لإله اغتنت فيها قوية اتنظمت وضعت القواعد تبعولها قواعد النسر وقواعد الشعر وقواعد اللغة فأصبحت اللغة منتشرة في مناطق واسعة جدا كان مثلا السوريان هن بالأساس متواجدين فيها وعندون لغتهم من أوروبا شرقا إلى الأندلس غربا انتشر الإسلام وانتشرت اللغة العربية اللي أضعف اللغة العربية أنا برأيي هو دخول العرب في عصر الأنحطاط المغغول وجنكس خان وتيمر لانك وبقيوا العرب 500-600 سنة في عصر الأنحطاط نعم قضية على الفكرة العربية وعلى اللغة العربية وعلى الفكر السوريانية وعلى اللغة السوريانية فتح العسكري فتح العسكري هو اللي أثر على اللغة من شان هيك نشأت اللهجات على أطراف اللغة العربية واليوم مثلا بالامتحانات الرسمية عنا باللبنان أكتر مشكلة بعنوى الطلاب وأكتر معدل متدنة بالمسرقات هو باللغة العربية نعم إذن يوم فعلا العرب عندهم مشكلة عم بلقوا في صعوبة لتلميز باللغة العربية اللغة العربية لأنه صارتت كثير بعيدة عن لهجتنا صحيح لأننا اللي بنحكي بالعمية هو غير اللي بديتعلم الطفل بالمدرسة بالفصحة صحيح صارت كأنه لغتانية صارت لغتانية نعم بيحس كأنه عم بتعلم شي من أول وجديد ما بيعرفوا ما بيسمعوا وما رح يسمعوا بالبيت أصلا صحيح صحيح التحريك مثلا باللغة العربية التحريك أمر صعب جدا نعم بيقولوا يلي بيملك مثلا معرفة حركة عين المدارع بيملك اللغة العربية عين المدارع بتيخد فتحة بتيخد كسرة بتيخد ضمبي بترتبط فيها بقية كلمات ويروى بها المجال هيدا قصة هيك صغيرة إنشان المشاهدين نعم عن اليازجي نصيف إبراهيم اليازجي مر طلب من الخدمة تبعوله قال أعطني القنينة شرب نبيت قال أعطني القنينة راح جيت للأنينة وقالت له هاكي القنينة هاكي القنينة هو قال أعطني القنينة قالت له هاكي القنينة طلع فيها قال لا اكسريها شلتها وكسرتها قال لا شو عملت قالت له ما قالت لي اكسريها قال لا اكسري القاف اذن تحريك اللغة العربية من الصعوبة نعم إن لم يتدارك أصحاب الشأن نعم تطوير اللغة العربية وتسهيلها وهذا ما يقوم به المجامع العربية تقوم به نعم بس منه كيف هنا أعطي أمثال للمشاهدين عن شو فيه كلمات بالعامية وشو هو أصلا بالعربية صحيح هذا اللي رح نوصله نعم هلا كيف مننتقل من اللغة الفصحة إلى اللغة العامية الكلمة كيف تنقول هون في عنا مبدأين لازم ننتبه لهم أول مبدأ هو مبدأ النحت وثاني مبدأ هو الإبدال نعم النحت والإبدال هن بينقلوا الكلمة من العامية من الفصحة للعامية شو منقصوا به النحت مثلا النحت بناخد ثلاث أربع كلمات بنعمل من قلمة نظهروا ننحطوا مثلا الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة في 11 حرف إزا مش قلت الطعام صارت 12 صارت 12 صارت أربعة تحرف اختصارا للوقت وللكلام ولا تلبق الجملة ولا تلبق وتهربا من الأحرف ربما أن تكون صعبة منشي الحرف منحط حرف تاني هذا ما يسمى الإبدال مثلا باللغة العربية في إبدال بين الأحرف في إبدال بين حرف الزين وحرف السين حرف الضاد وحرف الطه ضابط زابط زعتر زعتر مغفر مغفر غيم خي بيبدلوا مع بعضهم تي ثي تعلب ثعلب ما بنقول بالعامة ثعلب صحيح لا لأن حرف الث تقيل بدلنا بحرف الث الث جارو دال ذار ري زين سين شين بصريين الشين بتصير بالعربي سين نعم مثلا بقولوا نفد براسو أو نفد بريشو نفد بريشو أكيدة مش نفد بريشو يعني عن الريش عمال يحكو نفد بريشو يعني خلص براسو يعني ظمط من الموت نعم نفد بريشو بريشو يعني راسو يعني حرف الث جارو يعني هايدي بالسرياني بالسرياني بريشو ايه بريشو بالسرياني راس إذن كلمة سريانية هايدي طلعنا بنحكي نحنا لغات نحنا ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف شو بنحكي ما بنعرف شو بنحكي يعني فينا نحكي مثلا مقطع من 200 كلمة كون 100 كلمة منون عربية نعم يا إما فارسي الحضارات تدخلي يا فارسي يا تركي يا سرييني يا أشوري يا كلداني يا فرنسي يا إنجليزي اليوم اليوم بلغتنا الدرجة نحنا بنحكي بنفس اللحظة ثلاث لغات أو أربع لغات مع بعض صفا وفاين وكيفك وماشي الحال والحمد لله بنخلطهم ببعضهم إذن الإبدال بين الأحرف والنحط بخلي الكلمة نقول من اللغة الفصحى إلى اللغة العامية نعم وهلأ رح نعطي أنثلة على ذلك نعم نبلش أول شيء بمفردات تدل على الزمن عنا كلمة هلأ اللي بيرتي بيستعملوها هلأ اللي بيحكوا بالقاف بيقولوه هلأ نعم هلأ وهلأ منين يجوها الكنتين كلمة هلأ أو هلأ بيدلوا على نفس المعنى خلينا نخدها بالقاف لأنه هي الأزبط نعم كلمة هلأ بالدل على هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت في الهي مبينة واللعم مبينة من كلمة الوقت وفي القاف مبينة أينت رايح في هذا الوقت بدل ما يدلي كرير في هذا الوقت صاروا أينت رايح هلأ 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 اللي بيرتي بيخدوها أنه هيدي فيها يعني مديرن أكتر بيقوله هلأ بس الأزبط هلأ لأنه بتدل على الوقت وفي يلام وفي يقاف نعم إسه فيه اكتر بيستحقوا إسه هيدا جو بيقول إسه هيدا منو مديرن هالشخص هيدا بيقول إسه لازم يقول هلأ إسه بيشمال بيقوله إسه إسه لسيتو لسيتو رايح نعم لسيتو بتبين كلمة الساعة كاملة نعم إذن كلمة إسه تدل على هذه الساعة هذا من حيث التوقيت المصريين بيقولوا دي الوقت نعم هذا الوقت بعدين كلمة بعدين جي من بعد آن من بعد آن مش من بعد آن نعم بعد آن الآن بتدل على الوقت حلك حلك تتجوز حلك تروح حلك تكبر حانا حانا لك حانا لك حانا لك إذن هاو دي كلهم تبعين مبدأ النحت لو منحتنا هالثلاث أربع كلمات مقدرنا وصلنا إلى هلأ أو إسه أو هلق أو دلوقتي أو بعدين نعم هدا الكلمات اللي بتدل على الوقت نعم سيد ميليد بعد عندنا خمس دقائق آه ووقتنا دايق بعرف أنك محدر كتير بالشيافة عم بعطيك اي طيب حتى تعرف نظار ايه الأولوية يعني شو شو الشو الإقصاص بتحبت أبتع رح جابي بإسرع أدر لإمكان من شان يكون في افادة لو مستمعين. نعم. اصطفل. اشتعملها. يعني اختار بين الامرين الامر الذي يناسبك. نعم. الانسب ليه لك. جاي من فعل اصطفة اي اختارها الافضل. اذا هو فعل الامر من اصطفة. نعم. كويس. بيستخدمها وزير الداخلية المشنوع. من هذا المشنوع. كويس. احط الكلام عنده. كويس. كويس. جاي من كيس. منيح. ما في منيح. في مليح. منها كلمة الملاحة. وقل للمليحة في الخمار الاسودي. ماذا فعل دي بناسي كمتعبدي. المليحة. المليحة يعني المرأة الجميلة الخلوقة. نكفي الجميلة. جميلة وخلوقة. اذا المليحة. اصلا بالفصحة. مليحة. هوا صار في ابدال بين النون واللام. وفي امسي الكثير عن الملاحة. يقول عمولة مليحة وكب البحث. بنت مليحة ولا صدي فضيحة. المليحة من عند الله والسيء من عبدالله. يعني من الانسان. من الانسان. ما عمضالله تحديدا. نعم. الحابل والنابل. ما سعب لهم خلط الحابل بالنابل. هاوني في قصطين عندنا للحابل والنابل. في يوم بيقولوا انو الحابل والنابل تعود الى ايام المعارك بالصحراء. ايام الجمال. الحابل هو اللي بيهدي حابل الجمال. والنابل هو اللي بيرمي السهام او النيبال. بس تحددين المعركة ما بيعودوا كتير ينسوا مع بعضون بيختلط. الحابل بالنابل. قصة تانية بيذكرها سلام الراسي. بيقول لأ هادي تعود الى اهل القرى في لبنان. اه اللي بيربوا معزي. ديما. وبيروي قصة. يا البنت اجت لها عند ستة. عم تبكي. قالت لها يا ستة اه ما بعرف شو بني. قلت لها شو بك عم تبكي يا ستة. قالت لها ما بعرف شو بني كأني حبلي شوي. قالت لها يا ستة كل شي في حبل. كل شي في شوي الا حبل. يا حبل يا لأ. يا حبل يا نابل. اه اوك. يا حبل يا نابل. الفلاحين كانوا وقت اللي بفترة تزاوج الماعز بيفصلون. الحابل لحال والغير حابل لحال. كانوا يسموه الغير حابل نابل. نعم. احياناً يختلطوا مع بعضون ما عودوا يقدروا يفصلون. اقولوا اختلط الحابل. بالنابل. بالنابل. يا خملت بي يا دلي ويا تعتيري. يا خملت كلمة فصحة بالمئة بالمئة. نعم. جاي من فعل خملة. نعم. يا دلي مبدولي عن يا ذلي. يا تعتيري جاي من يا تعثيري. نعم. وهوني منصل بكلمة معتر. نعم. تقولوا انسان معتر. سيد ميلاد ده همنا الوقت اذا بدنا نختم الفقرة اه شو بتحب كيف تحب تختمها. يعني انا محضر اشياء بده وقت اكتر يمكن اكيدة. نعم. بس الوقت ما سمع. نعم. فينا نكملهم بحلقة تانية. الكاتب جورجي زيدان بكتاب مشاهير الشرق. بيقول اهو اشتغل على هالموضوع. بيقول هذا انا ما استطعت ان اتوصل اليه. نعم. وعلى الذين يقتون بعد ان يتابعوا ما عليهم هذا البحث. انا اشتغلت حول هالموضوع. واكيد في غيري مشتغل على هالموضوع. وهيدا الموضوع ما بده بده تكملي. نعم. وما بيخلص لانه الموضوع واسع جدا. انا بتشكر استضافتك. يعطيك الف عافية. واكيد يعني هولي موضع كتير مهمة. ومش حلو انه يعني ما حدا يكملها ويكمل بحث بهيك الموضع. يعطيك الف عافية استاذ زعون. تسلم. مشاهدينا فاصل ونرجع. اشتركوا في القناة